يبدو أن المقترحات التي جاءت بها وزيرة تربية نوريا بنغبريت بخصوص إدراج اللغة العامية قد أحدثت جادلن كبيراً في أوساط أولياء التلاميذ حيث اعتبر المقترح غير مؤسس وأنه يضر بمصلحة التلميذ بالدرجة الأولى اللغة العربية هي اللغة الرسمية اللغة الوطنية لا رجعة فيها هذه ما فيها شنقاش بغاية اللغات اللي رهي تعدرجة هذه إحنا قبل ما نهضر عن اللغة الدرجة هدرنا اللغة الأمازيغية اللي لازم تكون والوزيرية هدرت عليها بغاية كيفش يعني ننسيو يعني نورو لطفال كي يدخل كيف باش يبدأ يقرأ باللغة تحت لغة الأم ولا اللغة العربية إحنا بالنسبة لنا اللغة العربية يعني هي الأساس يعني تاع النجاح الولاد تاعنا كما أشرت المنظمة إلى أن التوقيت الذي جاء به المقترح والذي خلق بعده بلبلة أيام قلائلة قبل الدخول المدرسي سيقلب الموازين خاصة وأن القطاع يعاني من مشاكل عديدة كي نرغم يعانيه ونعانيه ولولاد تاعنا ويعانيه سلطة في قاضية في الجنوب يعانيه من النقل يعانيه من الأخسام من التدفية هذه وربما إحنا هذه النقطة الأساسية اللي نهضر عليهم بغاية القاضية الوطنية هذه يعني إحنا رأينا رأينا ورأينا إن شاء الله يكون في حسن ما يكون ويبقى قطاع التربية بين مد القرارات الفوجائية التي ستدخل حيز التطبيق بداية من هذا الموسم الدراسي وبين جزر رفض الشريك الاجتماعي لما وصفه بالقرارات العشوائية